لا 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 على وضرب بقى وبلطاجية وتكسير عربيات ماشي قصارية عربيتي قبل كده مفيش مشكلة بس انا ما كنتش فيها كانت ماركونة تحت البيت وقصارية ماشي ما كنتش فيها ناما النهاردة احد ابناء نادي الزمالك احد ابناء مصر الحقيقة ايمان يونس كابتن ايمان يونس بعد صلاة الجمعة واسناء صلاة الجمعة يتم الاعتداء عليه بالمنظر اللي احنا شفناه كلنا ده تمام تكسير عربية سحاجات في ايدي وظهروا وقابتوا لا واضح ان كان فيه موضوع واضح ان كان فيه موضوع محدش يقول لي جمهورنة الزمالك يعني برضو علشان الكلام يبقى ماشي في الاتجاه الصحيح من اولها كده من اولها كده يعني احد السادة الزملاء الافاضل بعيث لي خبر من شوية كده ده اللي اخرني شوية اتخنيت معاه في التليفون وبيقول لي ايه جمهورنة الزمالك الغاضبة اللي مش لا 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 دول بلطاجية عمر ما جمهور والبلطاجية مين احنا عارفين طبعا طبعا عارفين البلطاجية دول بتعمين جمهور النادي الزمالك بعيد كل البعد عن الموضوع ده ليه جمهور النادي الزمالك عمر ما كان بلطاجي جمهور النادي الزمالك عمر ما اعتدى على ابن من ابنائه حتى حتى لو فيه اعتراض على سياسته حتى لو فيه اعتراض على كانوا بعد هو عمل ايه ايمان يونس يعني علشان يتم الاعتداء عليه بالمنظر ده عمل ايه يعني ايه الجريمة ولا الجرم اللي ام بيه ولا الكارسة ولا المصيبة علشان جمهور النادي الزمالك يعني فيه فيه لعيبة كتير جدا وفيه ناس كتير جدا عملوا مع نادي الزمالك عشرين خمسين مليون ضعف من محدش تعرض لهم عمر ما جمهور نادي الزمالك ما تعرض لابن من ابنائه ما تشوهوش كمان الجمهور عمر ما جمهور الزمالك تعرض لابن من ابنائه عمر ما جمهور نادي الزمالك هاجم ابن من ابنائه او حتى حتى يا سيدي من اللي شغالين فيه ده الاجانب بيجوا يتحاموا في جمهور الزمالك الاجانب بمنبارة بيجوا يتحبوا ويتعشقوا هنا ويتحضنوا هنا والناس يتحسسهم بالراحة والحب وكل حاجة هنا إنما طبعا اللي تعرض له الكابتن أيمن يونس النهاردة نحطه في إطاره الصحيح أنتوا عارفين طبعا طبعا أنا كلمته مبدئيا يعني قل طمّنت عليه وعرفت بعض الكواليس من اللي حصل رجل كان قاعد في العربية بتاعته ابتدى بعض البلطاجية يتحرشوا بيه بالكلام فتح الإزاز وابتدى يتكلم معاهم وبعد كده العيال قلت أدابها وحصل اللي حصل اللي انتوا شايفينه ده طمّني عليه كويس مستمرة في عمله قدم طبعا محضر يثبت الواقعة كلام ده واتحصل في زايد زايد الناس اللي فيها محترمين أعتقد وفهاش بلطاجية وهي اتنظر الشخصية فيه كاميرات مراقبة هتتفرغ وفيهاش كلام ولا نرقاش وهيتعرف طبعا اللي عمل كده مين وهيتعرف طبعا اللي عمل كده مين محمد الشرقاوي بيقول لي يا كابتن تامر جمهوري الزمالك اتقتل واتفرم في الدفاع الجوي ومعروف مين البلطاجية الله عليك الله عليك تمام ولا مش تمام تمام فعلشان الأمور تتحط في النصابها الطبيعي اللي حصل مع الكابتن ايمان يونس دول مجموعة من البلطاجية وإحنا عارفين كلنا مين بيستخدم أسلوب البلطاجة عارفين كلنا مين اللي بيحرض البلطاجية عارفين كلنا مين اللي بيستخدم أسلوب الإرهاب علشان يخلي الناس ما تشتغلش عارفين كلنا مين اللي عاوز نادي الزمالك يقع دلوقتي عارفين كلنا مين هو عارفينه مش غريب على الناس اوعوا تفتكروا ان الناس هابلة او الناس عبيطة او الناس ما بتفهمش لا 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 المواقع بقى اللي بتكتل جمهوري نادي الزمالك من فضلكم لو سمحتم قولوا مجموعة من البلطاجية المأجورة امسح لي خلص جمهوري نادي الزمالك ده نادي الزمالك بيحب ولاده نادي الزمالك بيحب ولاده انما عمر ما نادي الزمالك كان ولاده او قال لأدبه على ولاده او غلط في ولاده او مدي ايده على ولاده ولا على الغرب ولا على الغرب لذلك انا بتكلم وبقول ان احنا بننطقل من منطقة لمنطقة في الخلاف الموجود ما بين المعزول الصائب المفسوخ ماشي وان شاء الله باذن الله وغيب مش بعيد هيبقى المحبوس ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله تتطبق العدالة ان شاء الله باذن الله يتطبق القانون كل من اجرم كل من اجرم كل من افسد كل واحد غلط هيتحسب ماشي كل واحد غلط ايه هيتحسب الف مليون سلامة على الكابتن ايمان يونس كلنا دعمين ليه كلنا دعمين ليه الناس اللي موجودة معايا دي حمل الدعم الايمان يونس لان شغل البلطاجة وشغل الارهاب مش هيوقف حد مش هيوقف حد ماشي عن شغله طوله انت مكمل قال لعيب عليك واحنا من امتى بيهمنا طبعا مكمل شغلي ومكمل عملي قال لي طمن الناس انا الحمد لله ما فيش حاجة وكلنا زي الفل بعد اذن حضراتكم سعادتكم مع عليكم كل الناس اللي موجودة دلوقتي كلنا انا اول واحد بدعم ايمان يونس في شغله بدعم ايمان يونس في عمله بدعم ايمان يونس كابن من ابناء نجز مالك بدعم ايمان يونس في مهمته بدعم ايمان يونس في الموقف اللي تعرض ليه من مجموعة من البلطاجية كلنا عارفين كلنا عارفين مين البلطاجي مين البلطاجي اللي بيستخدم البلطاجة في حياته كلها كلنا عارفينه وحياة امك ما هتتسابق ماشي وحياة امك ما هتتسابق وكل اللي قلته فيك حصل بفضل الله سبحانه وتعالى وكل اللي قلته فيك حصل بفضل الله سبحانه وتعالى كل الناس اللي موجودة معايا من فضل حضراتكم لو سمحتم حمل الدعم لأيمان يونس كإنسان كبني آدم هجدعوا بأهلي وزمالك أنا عندي هو أهلوية كتير ووقفي مع آيمان يونس وعندي زمالكوية أكتر ووقفي مع آيمان يونس كل الشات معايا آيمان يونس كل الشات معايا دعم الآيمان يونس ماشي لأن المشكورة دي مش شغل دا شغل الإرهاب والوسخة والقذرة وقلة الأدب والبلطاجة والشمال يا شمال وحيات أمك وحيات أمك وحيات أمك ما هتتسابق الله رحمها ويحسن إليها ومي وابويا برضو نحلف ديهم كلهم أحياء وموت لازم مصر توقف ضد البلطاجة وضد قلة الأدب عندنا مؤسسات محترمة عندنا مباحث محترمة عندنا قانون محترم عندنا قضاء أجلاء وشغل الإرهاب دا مش هيمشي شغل الإرهاب دا إيه مش هيمشي مش هيمشي مع حد نشي فضل حضراتكم نعمل لايك نعمل شير ترجمة نانسي قنقر